عشان تعرفوا الاعلام عندنا صافيو صافيو انا اتكلمت في الموضوع ده من زمان وقلت انه لازم يتوقف وده قانون رسمي في الاتحاد الدولي وعدت احكي لكم قصة حمزة الجمل مع النادي الاهلي اما راح بنياس وبعد كده اتوقف سنة في الاسماعيلي راح بنياس فالاهلي راح يجيبه من غير ما الاسماعيلي يعرف وراحهم حطينه في فندق البرون وخبوه وبعد كده عرفه فالاسماعيلي عرف فراح اشتكى في الاتحاد فالاهلي وده ورقه عشان يقيده فبعتوا الورق كله لاتحاد الدولي فالاتحاد الدولي قال لك ازاي يلعب ازاي يلعب وهو كان موقوف ما بني على باطل فهو باطل فرجعه حمزة الجمل للاسماعيلي مرة اخرى ورفضوا قيده في النادي الاهلي لان مايفعش واحد يكون موقوف باعتداء على الحكم حمزة الجمل كان موقوف عشان اعتداء على الحكم الكابتان اصام سيام تمام النهاردة سوفيو موقوف مش عشان منع هدف سوفيو موقوف عشان اعتداء على الحكم اعتداء الحكم باللفز وبالذق وبكل حاجة هنا السؤال ازاي كريستيانو رونالدو اللي هو ما خدش كارت احمر وما خدش كارت احمر مباشر من الحكم لانه اعتداء عليه باللفز وبالقول باللفز وبالقول وبالذق ها ذق الحكم وتلفظ الفاظ خارجة ضده ازاي ده ما يتوقفش وكريستيانو اللي هو ما خدش كارت احمر طلع برا فولد صغير مش عارف عمل مع ايه بيصوره هو ايه رح ماسك الموبايل وقعه كسره رح واخد مش عارف مطشين ولا تلاتة ولا بقى رح جاي قالك ما ينفعش يلعب الا بعد ما يتوقف المطشات في السعودية طب وده ينفع يلعب ازاي قالك اصلي اللجلة الانضباط بعتت الوقف معاه اذا كان اي لو بالمنطق ده انا مثلا النهاردة بالعب في مصر رح مدي الحكم بونيتين شتمتين واتوقف لست مطشات يجي يناير رح منطق للدورة السعودي رح مدي الحكم ضربتين وروسيتين وشتمتين وتوقف يجي الصيف اروح منطق للزمالك اروح ضرب الحكم ضربتين وشتمتين وروسيتين يجي يناير لهو بالمنطق ده ان الفعل اللي اخلاقي لا ينتقل مع اللاعب لكن سيبكم مجده كله في النهاية الحكم الزمالك هيتوجه للمحكمة الرياضية الدولية والحكم في النهاية الزمالك هو منافس ماتش السوبر الاسماعيدي متضرر في عرض 3 نقط واتفر احنا هنلجأ للمحكمة الرياضية الدولية وهي اللي تحكم الغريبة والعجيبة بقى ان احدى الصفحات الكبيرة والمواقع الكبيرة في مصر كان يوم جمعة الموضوع تطلع والسبت والحد اجازة واجاز الكريسماس بره والدنيا اجازة وما فيش حاجة قالك المحكمة الرياضية حكمت وقالت لك الاهل مالوش حق سكننا احنا لسه موضناش الشكوى لغد الوقتي احنا بنرتب الاموره على الود الشكوى يبقى ازاي رفضت المحكمة الرياضية الدولية انا مش حارف يا جماعة الاعلام ده ببسط ايه وبعد كده عندك واحد صحفي جامد اوي جامد اوي الصحفي ده هو كاره للمرتضى منصور كاره ليه فكل حاجة يقولك ايه موقف صافزيو سليم مش عارف الزمالك ايه لعبته وصافزيو مش هيتوقف واسمو ايه ده قالك ايه تاني كنت بتكلم عليه تاني في ايه يا جماعة كذا وقع وكهرباء هيدفع نص الفلوس ومعرفش ايه وقالك اخر حاجة قالك ابراهيم انضاي اصابة مزمنة انا عايز اعرف والصحفي ده طبيب ولا صحفي ده في المحكمة الرياضية الدولية ولا صحفي ده محامي لنادي بعينه انا مش عارف الاعلام ده بيشتغل طب انا يا جماعة بيتقال علي متعصب انا بشتغل في قناة الزمالك انا بشتغل في قناة الزمالك ما بشتغلش في حتة تانية انا دوري ان انا دافع الزمالك في الحق وبحاول اقنع اللي بيتفرج علي سواء منتمي للزمالك او منتمي للاهلي او منتمي لأي نادي بحاول اقنعه بالمنطق وبالعقل وبالصوت وبالصورة ما بقولش اي كلام في اي كلام بقول المنطق والعقل اللي عايز يقتنع اقتنع مش عايز يقتنع بلاش لكن اللي بيشتغل في قنوات عامة ده ويبقى منحاز اللي طول الوقت كان زمان في بعض الشخصيات كده كان عندي ايمان ان هما ايه بيحاولوا يبقوا في النص كده يمجد في الزمالك شوية يمجد في الاهل شوية يعني ممكن يقول كلمة على الاهل سنة يقول كلمة على الزمالك سنة شعن حدش يمسك عليه حاجة لكن الايام دي انا شايفه اعلامين واعلامين كبار لا مجد في الاهل اوي اضرب في الزمالك اوي حتى لو بيشتغل في قناة عامة مجد في الاهل اوي اضرب في الزمالك اوي ازود المشاكل في الزمالك اوي قل المشاكل وخبيها في الاهل اوي ده واضح في الاعلام الفترة الاخيرة زمالك نادي كبير بجمهوره بقناته اللي بتدافع عنه برئيس مجلس إدارته المستشار المرتضى منصور ومجلس الإدارة بالكامل بفريق الكورة بالجهاز الفني أنا شايف كانت صعبة شوية إن الزمالك ياخد دولي سنة واثنين وياخد في نفس السنة كمان الكاس ويكون على حساب النادي الأحلي الموضوع كان صعب الموضوع كان صعب على ناس كتير عشان كده السنة دي أنا من الواضح إن الزمالك بيتحارب قوي بيتحارب قوي وهو بيحاول لوحده إنه يقف على رجليه إنه يحل مشاكله سواء مالية أو إنه يوفق الفريق ويزبط الفريق ويعمل صفقات مهمة أنا شايف حتى الأندية اللي الزمالك بيساعدها اللي بيبقى في ظهرها مش جداعا مع الزمالك خالص الزمالك جداع مع كل الأندية الزمالك علاقته رائعة مع كل الأندية إحنا على فكرة الزمالك مش ممنوع أمنياً إنه يخش أي محافظة في مصر إنه يلعب على أي ملعب في مصر أمنياً إلا بقى في القاهرة ملعب معرفش البيترسبرت الأمور معرفش إيه الاتحاد الشرطة عشان داية معرفش إيه كلام من هذا القبيل لكن الزمالك مرحبه في كل الأماكن وده يدل إن الزمالك علاقته كويسة بكل الناس إن الزمالك شعبيته كبيرة إن الزمالك الناس بتحبه إنه ما فيش خطر على تواجد الزمالك لأن الزمالك الناس بتحبه وده دورنا الفترة اللي جاية يا جمهور الزمالك عظيم اوعوا تكونوا أنتوا حملة أكتر أو بتدوسوا أكتر على الزمالك لو أنت عندك فيش مشكلة أو عندك وجهة نظرة أو مختلف مع رئيس نادي الزمالك أو مختلف معايا أو مختلف على لعيبة أو مختلف على مستواهم لأ لازم الوقت كلنا نتحد ونقف جنب بعض لأن إحنا لو موقفناش جنب بعض جنب نادي إحنا بنحبه وبننتمي إليه مفيش حد يوقف معنا وأنا بقول لكم مفيش حد هيوقف معنا خالص وسيبكم بقى من الدولة الدولة زملكة الدولة أهلوية الدولة الدولة ملاش علاقة لكن هناك أشخاص في الوسط الرياضي بيبقوا ليهم توجهات بعيدا عن الدولة ومفهوم الدولة والكلام الكبير دوت الدولة ملاش علاقة الدولة فيها مسؤول بيشجع الأهل وفيها مسؤول بيشجع الزمالك في ناس بتحب الأهل وفي ناس بتحب الزمالك عادي في أي حتة في العالم كده لكن في ناس لا ممكن مش عايزة مرتضى ينجح فكرها فعايزة الزمالك يسقط عادي شايفة أن الزمالك كفاية عليه كده خد دوري سنتين وراء بعض صعب ياخد الثالثة أمرها ما حصلت في التاريخ لا ما ينفعش مرة واثنين وثلاثة الزمالك بيتعرض لأشياء صعبة جدا لكن الزمالك واقف على رجليه وهنعافر وإن شاء الله هنشتغل لغاية نهاية الموسم والحمد لله رغم كل دوت الزمالك عمل حفلة أكثر من رائعة حفلة رعاية أكثر من رائعة ومعه شركة من أكبر الشركات في الوطن العربي الشركات التطوير العقاري في الوطن العربي ومن أكبر الشركات في العاصمة الإدارية وهتشوفوا قصة كفاح وقصة نجاح رائعة دلوقتي وحاجة جميلة جدا لهذه الشركة إنها تكون موجودة على فانيلة الزمالك وحاجة جميلة جدا إن الزمالك يكون موجود على فانيلته شركة بالقيمة دي بالشباب دول بالنجاح ده بالتطور ده الزمالك أخي 3-4 سنين هو أحسن فريق في مصر متطور وبيشتغل على نفسه وبيتحدى الصعوبات وإيقاف القيد وبينجح والنحية التانية الشركة نفس القصة اشتركوا في القناة